السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثامن إن شاء الله اليوم رح نشرح مادة الثقافة المالية رح نتطرق عن موضوع أو درس أنواع البنوك طبعا تحدثنا إحنا في الحصص السابقة في بداية الوحدة عن البنوك ونشأتها في المملكة الأردنية الهاشمية كيف كانت بدايتها وكيف استمرت لغاية الآن وتحدثنا عن البنك المركزي الأردنية وظيفته وخصائصه وشو الأعمال اللي بتتم فيها اليوم رح نحكي عن أنواع البنوك المنتشرة فيه جميع المملكة بنا نحكي أنه هلأ البنوك هاي العاملة أو اللي بتعمل على خدمة الزبائن والعملاء الموجودين المواطنين بتنقسم لأربع أقسام أول شيء البنوك التجارية البنوك التجارية خاصة فيه عمليات البيع والشراء يعني المبارغ اللي بتسلمها من الأشخاص بناء على البيع والشراء للأفراد ثاني إشي البنوك الإسلامية اللي هي شروط اللي بتكون خاصة الشروطها الخاصة مختلفة تماما عن الشروط البنوك الأخرى من حيث الفائدة والمبالغ اللي بطريقة الدفع عند الأفراد أو للزبائن والعملاء الثالثة البنوك الاستثمارية الاستثمارية اللي هو لا الاستثمار والأرباح آخر إشي البنوك المتخصصة البنوك المتخصصة هي بنوك تقدم خدماتها إلى قطاع معين مثل الصناعة والزراعة فيسمى البنك بهذا القطاع مثل عندنا بنك الإنماء الصناعي بما أنه الإنماء الصناعي إذن هو خاص بالصناعة يملكه الآن تخلى عن وظيفته أو الأعمال السابقة لإله الآن صار بنك دبي الإسلامي اختلف كان البنوك الصناعية أو البنوك المتخصصة تحول البنك للبنوك الإسلامية هاي بناء على الأنواع ثاني مثال بنك الصادرات المعروف الآن ببنك المال ثالثة إجي البنك العقاري رابعا اللي هي بنك تنمية المدن والقرى هاي البنوك المتخصصة بتعمل على تقديم الخدمات للأفراد الآن تاني نوع من البنوك حكينا عن البنوك المتخصصة الآن خلينا نحكي عن بنوك الاستثمار بنوك الاستثمار الهدف منها تقدم تقديم قروض ومبالغ مالية للأفراد والعملاء بهدف إنهم يفتحوا مشاريع ويصير في عندهم أرباح من الأرباح اللي بتيجي للعملاء يصيروا يسدوا البنوك الاستثمارية من الأمثلة عليها بنك الاستثمار العربي والبنك الاستثماري وبنك الاتحاد هاي ثلاث البنوك قائمة موجودة عندنا في الأردن الآن بالنسبة لأنواع البنوك في عندي أنا صفحة 71 شكل هذا الشكل بتمنى إنكم تفتحوا على الكتاب وشوفوا سلسلة البنوك وكيف طريقة التعاملات البنكية بين البنوك من قبل العمراء ويعطيكم العافية إحنا هيك خلصنا الدرس إن شاء الله انتظروني في حصة جديدة المرة الجاي ويرتكم تحلوا الأسئلة على الكتاب زي ما تعودنا وإذا في مجال بفترة الامتحانات هاي تكتبوها وتصوروا ليها تبعتونيها مع مربيات الصفوف مش غلط يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر